مرحبا محمد بالفعل هناك مقتل جندي وضابط في صفوف الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى إصابة جندي ثالث يرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتل الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري إلى 60 قتيلا بين جندي وضابط ويرتفع العدد الإجمالي من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمرية طوفان الأقصى إلى 381 قتيلا طبعا هذه الأرقام ربما لا تعكس الحقيقة وقد يكون القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي أكبر من ذلك بكثير لكن هناك تكتيم وتعتيم من قبل الجيش الإسرائيلي على إعلان الأرقام الحقيقية لقتله خشتا أن يكون هناك رد فعل عكسي من الجبهة الداخلية الإسرائيلية ونظرا بأن فصال المقاومة الفلسطينية وبالتحديد كتابة زدين قسام تقول بأنها استهدفت أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين خلال المعارك البرية الدائرة في داخل قطاع غزة وطبعا هذه المعارك بسبب بحسب التصريحات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي هي تتوسع وتنتقل إلى مرحلة جديدة وهناك فتح لجبهات جديدة في القتال وبالتحديد في حيئة زيتون وجبالية بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل الجانب الإسرائيلي وطبعا يعود ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون بأن الأولوية الآن في هذه المعارك البرية هي الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل قطاع غزة لاسيمة بعد الحديث عن فشل التوصر إلى صفقة للتبادل مع فصال المقاومة الفلسطينية وطبعا هناك اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه هو من أفشل التوصر إلى تلك الصفقة وإسرائيل لا تريد أي وقف لإطلاق النار كانت قد طالبت فيها كتاب القسام من أجل الدخول في صفقة لتبادل الأسرى هناك مطالبات بوقف لإطلاق النار لمدة خمسة أيام لكن الجانب الإسرائيلي يعتبر بأن أي استجابة لهذا المطلب هو بمثابة رضوخ لمطالب كتاب عز الدين القسام وبالتالي كان هناك رفض إسرائيلي بالاستجابة لهذا المطلب وتحاول إسرائيل من خلال الضغط بالقوة العسكرية ومن خلال التوغل البري أن تضغط أكثر على فصال المقاومة الفلسطينية من أجل الاستجابة لشروطها ومطالبها المتعلقة بالإفراج عن الأسرى وهي ربما تريد إفراج عن أسرها دون الالتزام بأي وقف لإطلاق النار ربما هذا الشيء عطل المفاوضات التي كانت تجري عبر الوساطة القطرية فيما يتعلق بالتقرير الذي نشرته صحيفة هارتس نقلا عن تحقيقات للشرطة الإسرائيلية بالفعل الشرطة الإسرائيلية قالت بأن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي قامت باستهداف عدد من الإسرائيليين الذين كانوا يتواجدون في حفل نوفا الموسيقي في غلاف غزة حين كانت تحاول قتل المسلحين الفلسطينيين الذين هاجموا تلك المنطقة في السابع من أكتوبر أيضا التقرير يتحدث عن أن فصال المقاومة الفلسطينية وبالتحديد عناصر كتاب عز الدين قسام لم يكن لديهم أي معلومات بأن هناك حفلا موسيقيا في تلك المنطقة بل هم تفاجأوا بوجود هذا الحفل وتعرفوا عليه من خلال الطائرات المسيرة التي أطلقتها كتاب القسام في صبيحة يوم السابع من أكتوبر وأيضا من خلال الطائرات الشراعية التي استخدمها عناصر القسام في ذلك اليوم وبعد اكتشاف وجود حفل موسيقي بهذا العدد الكبير من الإسرائيليين تقول الصحيفة بأن قيادة القسام طلبت من عناصرها بالتوجه إلى تلك المنطقة عبر أجهزة الاتصالات الخاصة بها لكن في ذلك الحفل كان يوجد نحو أربعة آلاف وأربعمائة إسرائيلي وعدد من من يحملون الجنسيات الأجنبية لكن معظمهم انسحب من تلك المنطقة قبل نحو نصف ساعة من بدء إطلاق النار وذلك بعد أن دوص صافرات الإنذار في تلك المنطقة وبالتالي التقديرات كانت تشير بإمكانية أن يكون أعداد القتلى أكبر من ذلك بكثير في حال لم تنسحب أعداد كبيرة من الإسرائيليين في تلك المنطقة وبالتالي هذا التقرير سوف يكون له بكل تأكيد تداعيات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية ولا سيما بأن الكثير من الإسرائيليين يتهمون رئيس الوزراء الإسرائيلي بني ميرتالياهو بأنه هو المسؤول عن هذا الفشل الأمني والاستخباراتي والعسكري وطبعا بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها وينتهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيكون هناك لجان تحقيق مستقلة سوف تأخذ كل هذه التقارير بعين الاعتبار وتتهم وتحدد من كان هو المسؤول عن هذا الفشل شكرا جزيلا لك عدنان جان مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من القدس